اشتركوا في القناة بإمكانك أن تشرحها يعني عن طريق جملة وعبارة فإمكانك أن تشرح عبارة معينة أو مصطرح أجنبي باللغة العربية عن طريق وضع ما بين القرسين أو في الحاشية هذا المثلات ي تحدث يوجد من الأ какое- resolver لا تحدث أيضا فلك Fernوح لرد هناك إنساتاتات النوح لبقاء الأسبوع 된 البقاء بالعربي الإنستاتت ما عنده النطق يختلف هنا باللغة الإنجليزية لكن كتبناها بالطريقة هذه لسهولة نطقة فإنستاتت لكن إنستاتت لما تقول للواحد العربي ما يدري ما معلها بالذات الغير متخصص بإمكانك أن تشرحها هنا نعرب عن طريق الشرح معدن أخضر براق يوجد في ثنايا الصخور النارية ويستخدم عادة في صناعة الحليب إذن تحدثنا عن الـ ثم الـ هذه طرق من الطرق التعريب وهي مفيدة جدا ثم نأتي إلى تكلمنا عن الترجمة في البداية وتكلمنا عن التعريب خلونا ننظر نشوف الفرق ما بين الترجمة والتعريب عربية و التعريب عربية و التعريب يعني بإمكانك أن تستخدم الترجمة والتعريب لترجمة المصطلحات حيث يمكننا أن نظر العربية كم من المصطلحات كم من المصطلحات طبعا التعريب هو جزء من الترجمة بلا شك عربية و التعريب عربية و التعريب عربية و التعريب أن العربية و التعريب يتعامل مع مصطلح معين على مستوى أو معين مستوى واحد فقط بينما في الترجمة فأنت تنظر إلى 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 فأنت تترجم مع الأخذ بالاعتبار أمور كثيرة و عوامل كثيرة فمثلا السيمانتك لفل المستوى المعنوي و تتعمل على المستوى الاسلوبي الستايلستيك و اللفظي و كذلك الإبداعي مستوى الإبداعية مختلفة فمثلا عندما تترجم الشعر فهناك الكثير من الأمور التي يجب أن تأخذها بالاعتبار ثقافة الشعر المكان الشعر background خلفية النص سياق النص أين كتب متى كتب الزمن و المكان و كذلك المعاني و كذلك تأخذ بالاعتبار النواحي الإبداعية للنص الشعري عندما تترجمه للغة العربية فتأخذ بالاعتبار القوالب الشعرية العربية إلى آخره فيطول الكلام في هذا الموضوع إذن الترجمة أشمل وأعمق وتختلف عن التعريب التعريب أكثر شمولية في ترجمة المصطلحات والكلمات إلى اللغة الهدف العربية العربية طبعاً هذا يتحدث عن التعريب في العالم العربي لن نخوض به بشكل كبير يعني الحقيقة أنا أحب أن أعطيكم أشياء عملية أكثر يعني هنا يتحدث عن العربية العربية متى بدأت بدأت أن حركة التعريب بدأت في العالم العربي في القرن الخامس تتحدث أيضاً عنه وأن العلماء العربية العربية وأن العلماء اللغويين العرب القدامى اتفقوا بأنه كل يعني أن إذا كان هناك مصطلح أجنبي والذي ليس له مقابلاً عربياً متوفراً فبإمكان أن نعربه حسب نظام اللغة العربية وما يتماشى مع أسلوب اللغة العربية ومتطلباتها اللغوية وكذلك وممكن أن يكون مخزون المفردات اللغة العربية ممكن أن يصبح من مخزون المفردات اللغة العربية اليوم العربية العربية تتحدث عن الأكاديميات العربية اللغوية وجهودها أنا أعتقد أن هناك تقصير لا زال هناك تقصير في خدمة اللغة العربية الحقيقة على المستوى التطبيقية أنا أتحدث لدينا طبعاً هناك أكاديميات في القاهرة وفي دمشق وفي الرباط كذلك في السعودية أدينا بعاهد ما شاء الله وأكاديميات متميزة في الخليج وفي العالم العربي وفي العالم العربية يتحدث عن السرعة التطور في التقنية في العالم بشكل عام وخاصة عن الغرب كذلك يعني كسل أو تقاعس بعض اللغويين العرب والمترجمين متخصصين المترجمين والمتخصصين العرب في الترجمة تقاعسهم في تعريب كلمات جديدة يعني جعل من كثير من الكلمات تدخل اللغة العربية كما هي بدون فحصها وبدون تعريبها بشكل صحيح وهذا أمر مزعج لحد كلمات فهنا طبعاً لدينا كثير من الكلمات طبعاً هذا اكسر صعيز لن ندخل فيه مثل الجولوجيا مثلاً مثل البترولي الأخير كثير من هذه الحقيقة دخلت بشكل مماشر طبعاً هذا تمرين بإمكانكم أن تعملوا إذا أحببتم في البيت بوحد ووحدكم ليس من ضمن المهام المطلوبة وإنما فقط للتقوي والفهم ما شرح إلى الآن وهذه تمارين أخرى أيضاً إذا انتهينا من التعريب وإن شاء الله سنواصل حديثنا عن الترجمة وعن أنواعها وعن ترجمة سنطبق إن شاء الله سيكون هناك تطبيقات أكثر على مستوى العبارات والجمل في المحاضرة القادمة شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر